أبري محافظة الظاهرة التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأهميتها في مشروع سكة الحديد والذي تقوم بتنفيذه شركة قطارات عمان كان محور الندوة التي احتضنتها غرفة تجارة وصناعة عمان بالبريمي بعد فترة من الزمن ستبدأ عجلة القطار بالدوران في محافظة البريمي حسب ما خطط له فالتجهيزات لهذا المشروع الحيوي قد بدأت منذ وقت مبكر فهنا ندوة تستعرض أهم الفرص الاستثمارية التي سيوفرها هذا المشروع الهدف من هذه الندوة اليوم كان التعريف بالمشروع قطارات عمان بالإضافة إلى ذلك ندعو الشركات في محافظة البريمي وجميع المحافظات للتسجيل معنا لكي تتم عملية تأهيلهم واعتمادهم في قائمة الموردين للشركة فكان غرضنا الأساسي هو دعوة للتسجيل في حالة وجود شركات غير مؤهلة للقيام بأي بالأعمال لا يتم استبعادها كليا بل يتم مخاطبتها والقلوس معها ومناقشة كيفية تطوير هذه الشركات لقدراتها بحيث أن تصبح مؤهلة لتقديم العطاءات لأي من الأعمال في مشروع قطارات عمان الندوة أكدت على حرص السلطنة على تفعيل ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث يعد هذا المشروع فرصة من الفرص المتاحة أمامها وهذا ما أكدته الأوراق المقدمة خصوصا تلك التي ركزت على القيمة المضافة الحقيقة نريد أن نقدم خدمة لهذا المشروع الضخم بحيث أن كل واحد فينا يؤدي واقبة المناطي إليه في هذا المشروع مدة بناء المشروع ككل في السلطنة 12 سنة فهي مدة طويلة نسبيا خاصة هنا في محاضرة البريم يمكن الأربع سنوات أو الخمس سنوات القادمة كبناء المشروع لكن ماذا بعد ذلك تصور أنها ستفتح فرص كبيرة جدا لرواد الأعمال وهذا اللي يفترض من أخواننا رواد الأعمال هم ركزون عليها في المرحلة القادمة نقاشات واسعة شهدتها الندوة من قبل الحضور تركز أغلبها على ضبابية الرؤية في كثير من الأجندة المتعلقة بالمشروع في مرحلته الأولى أضف إلى ذلك مدى الجدوى التي سيحققها للمحافظة عموما ولرجال الأعمال بشكل خاص لا شك بأن هذه الندوة تعد فرصة سانحة أمام أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة أمامهم في هذا المشروع الحيوي المهم أنور بن زاهر الغريبي من غرفة تجارة وصناعة عمان محافظة البريم